وتحية وكل الشكر والتقدير لكل زمالكاوي مخلص وقف ودعم وساند وشجع فريقه تحية وشكرا للفرسان فرسان المنحنة الجنوبي ولادة تالتيمين اللي غنوا ورقصوا واحتفلوا بربعية المارد الأبيض في شباك طلاقع الجيش مبروك لرجالة الزمالك مبروك للجهاز الفني مبروك مستشار مرتضى منصور مبروك دارة الكرة أمير مرتضى فوز مهم في توقيت مهم جدا جدا لنادي الزمالك فوز أعاد الثقة أعاد الفرحة تاني أكدنا ترتيب الأوراق لفريقنا فوز رد على المشككين ورد على اللي كانوا منتظرين أن الزمالك يقع والحمد لله ربنا ما شمتش فينا حد الحمد لله البروف رجع تاني حمد الله على السلام يا بروف عاد التركيز عاد التشكيل الأساسي وعاد فرسان الملكي عاد رأس البروف الزهبية اللي كلنا عارفينها فكانت الربعية اللي كان ممكن تكون خماسية وسوداسية وكان هدف صحيح كمان أولغي لولا قرار كارسي من حكم المباراة بعدم اتاحة الفرصة لثانية واحدة الجون كان أحرز ولكن أداء ولا أروع مبارح فريس زمالك أمام طلاع الجيش كان فيه 11 راجل في الملعب بمعنى الكلمة مبارح فاز الزمالك بأربعة أهداف وضف تلت نقاط مهمة جدا جدا الزمالك مبارح كسب مكاسب عديدة جدا يمكن استعراضها لأستاذ أمير مرتضى في مكلمته مبارح مع الزميل خالد الغندور كسبنا فتوح مبارح هاي الفتوح عودة ولا أروع من كده كسبنا عبدالغني كسبنا برضو مصطفى شلبي كسبنا لعب كبير قوي قوي ولعب مهم جدا وهيصنع الفرق الفترة الجاية كسبنا خط دفاع قادر إن هو يذود عن مرمى إن شاء الله بإذن الله يكون الأقوى ويكون الأفضل هذا الموسم كمان بعد عودة الوينش وبعد ما يحصل الانسجام الكامل كسبنا يوسف حسن اللي أنا وصق فيه تمام السقة مع فريرة الراجل ده رايح لمكانته الطبيعية في التشكيلة الأساسية وافتكروا كلامي ده كويس إن شاء الله بإذن الله ولاعب فريق أول لاعب فريق أول وافتكروا الكلام ده كويس يوسف حسن إن شاء الله يكون إضافة كبيرة جدا كسبنا عودة روح كسبنا إن كلنا مبارح كنا على قلب راجل واحد في كل الظروف الموجودة كله كان على قلب راجل واحد مبارح وجود القائد الأصمر والفاهد الغزال الأصمر شيكابالا مع دونجا في المدرجات كلنا كلنا كنا وقفين وراء فرقتنا كلنا عارفين كل الظروف اللي بتمر بينا ويمر بيها نادي الزمالك وواجهها مجلس الإدارة لكن اللعبها كانوا رجالة وقدروا إن هم يرسموا بسمة ويرسموا فرحة على شفاه جماهيرهم إنبارح اللي عايز أقوله للعابتنا وقوله الجماهيرنا وخلاص إحنا دخلنا المعمعة والزمالك رجع بقوة خلصنا مهمة وخلصنا مباراة خلصنا موجود طلاع الجيش عندنا مباراة مهمة جدا مباراة مهمة جدا وهي دي المباراة اللي جاي مباراة بيراميدز هي مباراة قمة الدوري الممتاز بين صاحب اللقب والوصيف وبنسبة الوصيف الوصيف ده بيلعب في الكنفدرالية وثالث الدوري هو اللي بيلعب في دوري الأبطال ما علينا مش موضوعنا لكن يعني هي كده بالمناسبة يعني المهم من اللي لعبتنا وجهاز الفني ومعهم جمهور عظيم عندنا مهمة جديدة إن شاء الله يوم الحد إن شاء الله بإذن الله انتصار جديد إن شاء الله فوز على بيراميدز وبإذنك أنت يا رب إن شاء الله لعبوا الزمالك هيكونوا رجالة في الملعب ودايما دايما لعبت الزمالك بتيجي في الموعد المناسب وجمهورهم إن شاء الله بإذن الله جمهورهم في ظهرهم مجلس الإدارة في ظهرهم رئيس النادي وقفته الأخيرة معهم قبل مباراة طلاع الجيش وراهن على ثقته فيهم وقالها نكسب والحمد لله كسبنا بأربعة أهدف وأداء ولا أروع وجماعية ولا أروع وعادل بروف وعادل لعيبة ويوسف أسامة نبيه ونمار كل لعيبة كانوا رجالة بصراحة مبارا وهدف عالمي هدف مرادوني ليوسف أسامة نبيه هذا الشبل من زكا الأسد اللي هنحتفل بيه إن شاء الله معنا في حلقتنا بمناسبة الجمهور تعالي أقول لكم على حاجة كده يعني يعني استوقفتني بمناسبة مباراة المنافس لما لعب مع المحلة اللي أنا لعبت معها الموسم اللي فات وطبعا كان في معسكر في قفر الشيخ طبعا المدينة الجميلة جدا اللي كلنا بنحبها كلنا شوف أنا استقبالي أنا وماهيري استقبلتني إزاي في قفر الشيخ واستقبالك إنت كان عامل إزاي ده الفرق شوف أنا شعبيتي إيه وإنت شعبيتك إيه والصورة مش بتجذب وأنا صوت وصورة معاك أمام حضرك ده استقبال نادي الزمالك ومش بقولك كده عشان أعمل مقارنة بيني وبينك لا بس أنا عايز أقولك إن أنا سلاحي اللي بكسب بيه هو فريقي سلاحي اللي بكسب بيه هو فريقي نادي الزمالك وأخذ قوته من رئيسه ومن إدارته الشرعية من جماهيره روح لعبتي وإدارتي اللي بيلهمه بحماس بيلهمه جمهورهم وبحماس الجمهور ده اللعيبة دي تنزل تكسب أي حد اللعيبة دي تنزل تكسب أي حد وإن شاء الله الدوري للمرة الثالثة يكون في ميد عقبة عشان الناس دي تستاهل ده الاستقبال ده نادي الزمالك وده شعبية نادي الزمالك هشوف أنا عايز بقى عايز نقلي بقى على الاستقبال المنافس عشان أنا مش بقولك مش بعمل مقارنة أنا بقولك أنا بقارن بين جمهوري وجمهورك جمهوري بيجري ويعافر أنت هو اللي فات ده كنت أنا ده أنت اللي فات كان الزمالك ده الاهلي ده المنافس جمهوري بيجري وبيعافر جمهوري بيؤمن بهتافه جمهوري معتمد عليه علي أنا أنت جمهورك معتمد على حاجات تانية وعارف إنك هتعرف تلحقه عشان كده ممكن ما يكونش شيئ لك هانا ناكيم إحنا جمهورنا بالمنظومة بتاعتنا مسلس الناجح إدارة لعيبة جمهور بنكسب بنعرف نكسب ما كم أنت عندك حد تاني بيلحقك عندك حاجات خارج المستطيل الأخدر يلحق يلحق لك يلحق لك مثلا فيه أمام مطشي طلاعي الجيش بجون فالين مئة في المئة ويتلغي يلحقك أمام المحلة أمام المحلة ولغاء جون هدف صحيح بنسبة مئة في المئة يلحقك خش فيه جون ويعقولك يلحقك عادي معاك اللي بيلحقك طرد صريح كله أجمع عليه لطرد محمد الشناوي بس عندك حد بالحقك من الآخر جمهور معتمد على الانتماء وفيه جمهور تاني معتمد على الاحتواء